دكتور يوسري على أهمية مسألة توقيع الاتفاق مع الصين على إقابة منطقة استثمارية كبرى على حوض البحر الأبيض المتوسط وكيف يكون ذلك داعماً للاقتصاد الإفريقي ككل طيب في البداية الفكرة كلها لما سمعنا على التوقيع الخاص بمنطقة صناعية الصينية كبيرة وده يمكن تزامن بعد كم يوم من صفقة الرأس الحكمة وهي دي صفقة يمكن تنمية عمرانية سياحية شاملة مستدام احنا هنا قلنا إيه؟ قلنا محتاجين أو أي دولة تبني اقتصاد مستدام بتوزع القدرات الانتاجية فجازم الاستثمار لأجناب المباشر زي ما هيكون في مشروعات تنمية سياحية وعمرانية لازم يكون في مشروعات صناعية أو انتاجية بتعزز القدرات الانتاجية لجمهورية مصر العربية تعزز القدرات الانتاجية أول حاجة بتعود عليك أنه انت لو في شاطئ البحر الأبد المتوسط فانت في مواجهة أوروبا مواجهة أوروبا يعني إيه؟ يعني سوء كبير جدا وتقدر من خلاله تستهدف كل الأسواق الأوروبية اللي المنتج الصيني موجود فيها وعمل فيها نتائج كويسة جدا وممكن تكون محطة أو مركز لوجستي لسلسل إمداد جديدة للقرى الأوروبية في الواجهة الآخر من النهر قرى أفريقيا فالبحر المتوسط ممكن من خلاله أيضا مع التوسع في التعامل التجاري والتبادل التجاري اللي بيننا وبين دول شمال أفريقيا وأيضا دول الجنوب الأفريقي واستغلال التمدد الصيني الاقتصادي الموجود في عمق القرى الأفريقية ومطلقا من منطقة زي منطقة جمهورية مصر العربية وتحديدا استكمال الخريطة الاستثمارية المتكاملة لمحافظة مارس المطروح أنت هنا تتحدث عن مشروع طاقة عملاق دولي للطاقة النووية في الضبع وتحت في الجنوب هتشتغل على مشروع مستقبل مصر الزراعي والدلت الجديد مناطق صناعية حديثة ثم المناطق اللي متعلقة بالسياحة جديدة بقى زي سياحة اليوخوت والتنمية السياحية في مناطق عمرانية متكاملة علشان تدي مجتمعات عمرانية متكاملة مستدامة سنوية مش موسمية فالمنظومة دي يشغلها ويحسن الدخل فيها ويعمل في استقرار مناطق صناعية يبقى ماطق صناعية وتحديق ماطق زراعية في مستقبل مصر والدلتا يبقى هنا تضمن أنك تحقق هدف استراتيجي في رؤية مصر 2030 إيه هو بقى الهدف ده أن ينتقل المصريين من العمل والمعيشة على 5% من مساحة مصر إلى أكتر من 30% يبقى أنت بتحقق أكتر من 7 أو 8 أهداف في معادلة واحدة وهي أنك تجذب استثمار صناعي تنمي استثمار زراعي بتاخد استثمار بينقذك اللي هو استثمار التنمية السياحية والعبرانية وهنا تقدر تحقق معادلة تنموية شاملة في هذه المنطقة وتقدر تزود والضعف رقم الصادر الخاص بك